موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقة جديدة من كوشك الصحافة نطالع وإياكم أهم وأبرز ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصقف العربية الصادرة كل يوم وتتابع أيضا تطورات الأحداث السياسية والميدانية في اليمن ونبدأها من هذه المواقع الحزام الأمني الذي دارت حوله مؤخرا الكثير من التساؤلات وحول الجهة التي يتبعها نشر في موقع موقع بوست تقريرا نشر الموقع تقريرا يقترب من الإجابة على بعض التساؤلات وعنوان عدن اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية يقر تباعية تقوات الحزام الأمني لإدارة الأمن في المحافظة قالت التفاصيل أقر اجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب بالعاصمة المؤقتة عدن تباعية السجن المركزي بالمنصورة وقوات الحزام الأمني لإدارة أمن عدن كما أيضا أقر الاجتماع وفقا للموقع بوست تشكيل لجنة لمعالجة الوضع الأمني لمطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ عدن من عنوان الموقع أيضا الميليشيا تشدد من إجراءاتها على مداخل صنعاء وتشن حملة اعتقالات عشوائية في ذمار عنوان آخر المجلس العسكري للمقاومة في محافظة إب ينعي استشهاد العقيد مالك خرصان إلى موقع عدن الغد تحدث عن غرق اثنين من أبناء منطقة الشحر حاول أحدهما إنقاذ الآخر فغريقا معا عنوان الموقع غريق واختفاء آخر في بحر مدينة الشحر تقول التفاصيل وصلت إلى مستشفى الشحر العام جثة الغريق الشاب سالم فائز بعباد البالغ من العمر 14 عاما الذي لقي حتفه في بحر مدينة الشحر عصر الأحد بينما لا تزال قوات خفر السواحل التابعة لمدرية الشحر تقوم بالبحث والتمشيط بحثا عن الغريق الثاني سالم سعيد مسينون البالغ من العمر 24 عاما والذي لم يعثر عليه بعد بحسب شهود عيان فقد أكدوا للموقع أن سالم سعيد مسينون حاول إنقاذ الشاب سالم فائز بعباد الذي سحبته الطيارات المائية إلى داخل البحر لكن قوة الطيارات المائية جرفت مسينون بعيدا يتابع الموقع في ذات السياق أصدر المدير العام لمدرية الشحر تعليمات إلى خفر السواحل لعمل دوريات بشكل يومي لمنع الدخول إلى المنطقة الخطرة الممتدة من الجزء الشرقي من ميناء الشحر شرقا وحتى شركة أباصر وغربا من ميناء الشحر وحتى منتزه بان عيمون والتي عادة ما تكثر فيها السيارات المائية الجارفة والتي يروح ضحيتها كل عام الكثير تجنيد الأطفال في اليمن تحت هذا العنوان كتب معاد القرش مقالا ونشره في العرب الجديد وقال الكاتب المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة والبيت والحديقة وحصة الرسم وحصة الموسيقى كما ينعم الأطفال في الدول التي تحترم إنسانية الإنسان ولا تسطبه حقه في العيش الكريم حقه في الحياة حقه في أن يكون بعيدا عن الأخطار التي للأسب تذبحه من الوريد إلى الوريد على الأسرة اليمنية مسؤولية عظيمة في حماية أطفالها من الحروب بإبعادهم عن استغلال الجماعات الدينية التي أحرقت الزهور بنيران سلاحها المأخوذ من جيش الدولة فعلى كل أب وأم يقع واجب حماية الطفولة من براثني تجار الحروب على المثقفين توعية الناس بمخاطر الحرب وضرارها على الطفولة وعلى رجال الإعلام عدم السكوت على استخدام الأطفال في الحروب من قبل الجماعات المسلحة كي لا تشارك في الجريمة وللجماعات الميليشيوية أقول أي شرف أبقيتم عليه وقد حولتم بلدا جميلا وطفولة واعدة إلى هدف لعبثكم يكفي أطفال اليمن ما يعانوه يا ضمير العالم النائم أنقذ أطفال اليمن من كماشة الجوع والوجع ويا منظمات دولية تقدم نفسها بوصفها مهتمة بالطفولة دين تجنيد الأطفال في اليمن أعيد البسمة إلى وجوه أطفال اليمن وجنبوهم حماقات حروب الجماعات أطفال اليمن ينتظرون مواقفكم لإيقاف نزيف دمائهم المتدفق فهل من أمل؟ عن العاصمة المؤقتة عدن عنونا موقع يمن ونيتر وقال مجهولون يشنون هجمات عنيفة على معسكرات للتحالف العربي في عدن في التفاصيل ونقلا عن مصادر عسكرية قالت أطلق مسلحون على معسكر التحالف في مدينة الشعب بمدرية البريقة قذيفة هاون مضيفة أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من البوابة رقم 12 وهزى الانفجار محيط مقر المعسكر قال مصدر عسكري في اللواء ليمن مونيتر أيضا أن مجهولين قصفوا مقر اللواء بقذيفة هاون حطتا في محيط المعسكر ولم يسفر الانفجار عن سقوط أي ضحايا وانتشرت قوة من الجيش في محيط اللواء يتابع الموقع وفي مدرية دار سعد هزى انفجار عنيف محيط منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن حيث قال مصدر في الحراسة أن عبوة الناس فانفجرت بمقلب للقمامة يقع بالقرب من المنزل ودون وقوع أي خسائر موقع عدن تايم تحدث حول الأوضاع في العصمة صنعاء عنوان وقال صنعاء تتحول إلى جحيم للانقلابيين قال الموقع مستددا إلى تقرير نشرته العربية نت بالتزام مع استحداث الميليشيات الحوثية المزيدة من نقاط التفتيش الأمنية داخل العاصمة صنعاء وفي مناطق الحزام الأمني لصنعاء نفذت جماعة الحوثي خطة انتشار لخطباء ومرشدين موالين لها في كثير من مساجد العاصمة لإحداث تعبئة مناهضة للشرعية بحسب شهود عيان فقد كان لافتا قيام خطباء حوثيين بإلقاء خطب ومحاضرات في عديد من المساجد تركزت في مجملها على دعوة الناس إلى نبذ الفرقة والوقف صفا واحدا لمواجهة قوات إعادة الشرعية من عنوين الموقع أيضا ومن مدينة أبيان غارتان تستهدفا تجمعا لعناصر القاعدة في معسكر 7 أكتوبر عن القمة العربية المنعقدة اليوم وتحت عنوان العرب والمتنبي والقطار كتب غسان شربل مقالا ونشره في صحيفة الحياة المنظونية وقال شربل الكتابة عن القمم العربية تربكني يفرحني أن العرب احتفظوا بقدرتهم على الاجتماع في خيمة واحدة بعدما تبددت قدرات كثيرة أخرى كان يفترض أن تكون لديهم لكن لدي مشكلة فكلما كتبت عن حوال العرب ينتهي بي الأمر إلى الرثاء وأنا أصلا لا أحب الرثاء وقعت فيه أحيانا من فرط مقتيلة من رجال أعرفهم ومن فرط مقتيلة من مدن أحبها كنت أزورها حاملا دفترا صغيرا وأهلة تسجيل ثم إنني لا أعتقد أن مهمة الصحافي توظيب الدموع أو رش سكري على الموت لدي مشكلة في الكتابة كل من عقدت قمة عربية يراودني شعور أن الوضع كان أقل هولا في موعد القمة التي سبقتها وأن السنة الفاصلة بين المعيدين لم تكن أكثر من فرصة جديدة لمواصلة الاندحار وتسريع إنحدار ولدي أيضا في السنوات الأخيرة شكوك عميقة في معاني عبارات ومفردات كنا نخالها واضحة أو قاطعة لم أعد أعرف مثلا ماذا نقصد حين نقول العالم العربي هل يزال هذا العالم العربي موجودا وحيا أم أنه كائن منهك يقيم في دار العجزة ويسع لدما بانتظار لحظة إطباق الجفون لا أقصد أبدا أن العرب في طريقهم إلى الانقراض لكنني أشعر أن استخدام تعبير العالم العربي بات استفزازيا أو مثير للسخرية أو الأسى وأشعر بقدر من الارتباك حين يستوقفني سؤال من قماشة ماذا يريد العربي لا أحب التفجع لكنني أسأل هل لا يزال هذا العربي حيا وما هو عنوانه أم أنه يتغطى الآن بوصف آخر وينام تحت هويات صغيرة في جزر الانتحارية المتنحرة إلى موقع التغيير والذي جاء في صفحتي الرئيسية القاعدة تعدم ثلاثة من قبيلة باكازم في شبوة حيث قالت مصادر أهلية أن عناصر من تنظيم القاعدة أوقفت مركبة تقل ثلاثة قبليين من قبيلة باكازم أضاف زعيم قبلي في قبيلة أهل باكازم طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن عناصر من تنظيم القاعدة أوقفت كلا من مهدي محمد الذلغ وسعيد مهدي جوبل وعلي سالم الذلغ وقامت بتعديبهم وشانقهم بين بلدتي عزان وجول الريدة في شبوة يتابع الموقع توعد الزعيم القبلي بالانتقام مطالبا الحكومة الشرعية بدعم القبائل في مواجهة الجماعات الإرهابية من العنوين أيضا الرئيس هادي يتوجه إلى موريتانيا للمشاركة في القمة العربية إلى موقع مصدر أونلاين جاء فيه وقف التدخلات وخمسة عشر بندا على طاولة قمة الأمل اليوم يقول الموقع أن القمة العربية المقررة إنعقادها اليوم تتضمن خمسة عشر بندا أبرزها تعزيز العمل العربي المشترك تطوير جامعة الدول العربية تطورات قضايا فلسطين يمن سوريا ليبيا والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومشاركة العديد من الزعماء والقادة العرب أيضا عنوانا آخر غارة جوية تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في جعار بمحافظة أبيان الجوف عنوان من الجوف القوات الحكومية والمقاومة تصد هجمات الإنقلابيين في المصلوب وتحرز تقدما في الهيجة وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية كالمعتاد نذهب إلى فاسم قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد نصحبكم الآن في جولة استعرض ما تقوله الصحف العربية حيث تبدأ اليوم في نواكشوت أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية التي أطلق عليها مسمى قمة الأمل والتي سوف تستمر لمدة يومين بينما تخيم الأزمات التي تهز العالم العربي وخصوصا في سوريا واليمن وليبيا على أجواء القمة عنوانت صحيفة القدس العرب حول القمة وقالت غياب معظم الزعماء وقضايا إيران سوريا اليمن والإرهاب تهدد بفشلها تقول القدس العربي إن غياب بعض القادة العرب الذين كانوا قد أكدوا لمبعثي الرئيس الموريتاني حضورهم للقمة سبب إحراجا للرئيس الموريتاني الذي كان يراهن على حضورهم الدال على مصدقيته والذي يواجه حملات داخلية معارضة لاستضافة موريتانيا للقمة في ظروفها الحالية تتابع القدس يرجع غياب البعض لأسباب صحية والبعض الآخر لأسباب سياسية وأمنية في المقام الأول وسط انطعاض شريد داخل أروقة القصر الرئاسي جراء انخراط بعض الأطراف العربية في حملة إعلامية وأمية من أجل التشويش على القمة العربية المقررة في موريتانيا للمرة الأولى منذ انضمام البلاد للجامعة العربية وعن القضايا التي ستناقش قالت الصحيفة ستبحث القمة النزاعات في سوريا ليبيا العراق اليمن وتشكيل قوة عربية مشتركة وبحث آخر تطورات المبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى صحيفة الحياء اللندنية قالت في إحدى موضوعاتها حول اليمن جماعة الحوثيين وصلت سياسة إحلال عناصرها في المناصب الحكومية وأصدرت قرارا بتعين خمسة وستين مديرا عاما في شتى المؤسسات الحكومية والوزرات والهيئات أما ميدنيا فقد قالت الصحيفة نقلا عن مصادر للمقاومة ثمانون عنصرا من أنصار الحوثيين وصالح سقطوا بين قتيل وجريح في غارات لطائرات التحالف العربي استهدفت معسكرا تدريبيا في وادي مور في محافظة حجة قرب جبهة حرض الحدودية وأوضحت أن الحوثيين جهزوا مئات المسلحين في أحد المعسكرات لإرسالهم إلى جبهات القتال حين أغارت عليهم إحدى الطائرات وعن محافظة الجوف تقول الصحيفة القيدي الكبير في جماعة الحوثي حمد محسن جريم سلم نفسه مع عدد من مرافقه إلى الجيش الوطني وقيادة المقاومة في مدرية المصلوب صباح أول من أمس وقال مسؤول في المقاومة للحياة إن جريم سلم نفسه ومن معه وتم إعطاؤه الأمان وهو ومن معه ليعيشوا في بيوتهم إلى صحيفة الخليج جاء فيها موعدان لامتحانات الثانوية العامة في اليمن بسبب الإنقلاميين تقول الصحيفة بدأت في العاصمة اليمني مؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في حين أعلن ديوان وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين أن الثلاثين من يوليو هو تاريخ بدء انتحانات تنوية العامة في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية وأوضح نائب وزير التربية والتعليم عبدالله لملس من عدن لوكالة الانباء اليمنية سبا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ ثلاثة وخمسين ألف طالب وطالبة موزعين على خمسمائة وستة وخمسين مركزا امتحانيا وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات القسم العلي اثنين وأربعين ألفا وثمانمائة طالب وطالبة فيما يتقدم إلى امتحانات القسم الأدبي عشرة آلاف ومئتان وسبعون طالبا وطالبة أكد نائب وزير التربية أن الامتحانات تجرى في عشر محافظات فقط بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعداد والتحضير الجيد لامتحانات رغم الظروف الصعبة التي تعانيها الوزارة مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بتأمين كافة مراكز الامتحانات بالتنسيق مع الوزارة وكان الانقلابيون في صنعاء رفضوا تحويل الاعتمادات المالية الثانوية للاختبارات الوزرية للثانوية العامة إلى المحافظات المحررة ما أدى بمجلس الوزراء في الحكومة الشرعية إلى إصدار قرار في نهاية يونيو الماضي يلزم السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتحمل نطقات الاختبارات الوزرية لتلميذ الثانوية العامة من مواردها المحلية خرافة صمود الحوثي وصالح في اليمن تحت هذا العنوان كتب وضح الجليل مقالا ونشره في العرب الجديد وقال وضح يدرك تحالف الحوثي وصالح الانقلابي في اليمن أنه لم يعد من السهولة تمكين مشاريعه العصبوية لكنه ما يزال يسيطر على الجغرافية الأكثر سكانا ومنها يحشد المقاتلين والأموال لحربه العنيدة وفيها يؤكد كل يوم أن صموده الأسطوري سيستمر إلى الأبد يقدم تحالف الانقلاب خطابا يسمي كل نتائج الحرب صمودا ويلح في هذا الخطاب المدعوم من وسائل إعلام إقليمية ودولية على فشل مهمة التحالف العربي وهو ما تتلقفه وسائل إعلام ومراكز الدراسات الغربية فتعمل على تأكيده وتصوير تدخل التحالف العربي بوصفه حربا عبثية تهدف إلى إضعاف اليمن وقتل شعبه وتدمير بنيته التحتية واقتصاده وأنها تفشل في هذا بسبب صمود تحالف الحوث وصالح طوال هذه الحرب وإذا كان هذا الخطاب يتعاطى مع الحرب الحديثة بمنطق الحروب القديمة فإن الفرق بين تحالف الانقلاب والتحالف العربي كان طريقة إدارة الحرب حيث أدار تحالف الانقلاب حربه بمنطق العصابة التي تتوسل أدوار الفروسية في حين تدخل التحالف العربي باستراتيجية الدول المسؤولة التي تسعى إلى الحفاظ على أمنها القومي يملك تحالف الانقلاب والثورة المضادة استراتيجية وحيدة واضحة وهي تحقيق أهداف انقلابه بأي ثمن وقد يكون هذا الثمن أي شيء بدءا من مصالح البلد والمجتمع المرتبطة بالعلاقات مع المحيط الإقليمي وليس انتهاءا بالسلم الأهلي والاجتماعي الداخلي لم يكتفي الانقلابيون بسيطرتهم على مؤسسات الدولة بل اتجهوا إلى خوض حروب تأديبية ضد كل المناطق والمجتمعات المحلية التي كانت حاضرة لثورة فبراير 2011 بمزاعم وشعارات طائفية وجهوية استعلائية كانت هذه الحرب تدميرا ممنهجا للسلام الاجتماعي تلاها انتهاك سيادة حرومات مؤسسات الدولة صحيفة السياسة الكويتية تحدثت حول مستقبل اليمن وقالت إنه في مقابل بارقة أمل بإمكانية نجاح المشاورات الجارية في الكويت بين الأطراف اليمنية المتصارعة تسود الشارع اليمني حالة من الخوف من تعرض المشاورات لنكسة قد تؤدي إلى فشلها ما يفتح أبواب السيناريوهات واسعا أمام التكاهنات بشأن مستقبل اليمن إذا ما استمرت الحرب المشتعلة منذ نحو العام ونصف العام وتورد الصحيفة ما قاله وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسل للسياسة إنه لسوء الحظ فنجاح أو فشل المشاورات بالنسبة للشعب اليمني لا يعني شيئا لأن الأزمة ستظل موجودة والفشل سيظل موجودا لأسباب منها أن الحكومة كانت فاشلة في إدارة اقتصاد البلاد قبل الحرب كما أن الجماعة الحوثية فاشلت خلال عام ونصف بإدارة الدولة والجمع بين الفاشلين سيؤدي حتما إلى الفشل أما نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري الطاهر فقد قال للسياسة اليمن يعيش حاليا كارثة والناس جميعا يأملون أن تنجح المحادثات في الكويت لكن إذا فشلت فستكون الكارثة أكثر قسوة وأكثر وحشية وأكثر دموية وهذا احتمان قائم أضاف المشكلة أن الأخوة في الكويت وفي الدول العظمى نستشعر أحيانا أنهم أكثر إدراكا للمخاطر المحدقة باليمن من الذين يحكمون اليمن سواء كانوا أنصار الله أو حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق صالح أو الشرعية والإحساس بمعاناة الناس والمشكلة القائمة التي يعيشها اليمنيون غير مستوعبة لدى المقاتلين عفوا المتقاتلين المتحاورين صحيفة العرب الجديد تابعت الشأن السياسي وعلقت حول المحادثات المشاورات اليمنية لجنة المعتقلين تجتمع في غياب ولد الشيخ في التفاصيل عقدت لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية اجتماعا وسط تجميل غير معلن للجلسات والنقاشات بشقها السياسي جراء تغيب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وبحثت اللجنة خريطة طريق لإطلاق صراح جميع الأسرى والمعتقلين بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال الجولة الأولى من المشاورات التي تستضيفها دولة الكويت منذ الواحد والعشرين من إبريل الماضي ووفقا للمصدر تتابع اللجنة مناقشة تبادل الإفادات الأولية التي قدمتها الأطراف المشاركة إلى الأمم المتحدة في مطلع الشهر الماضي عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكسفات المقدمة منها تمهيدا لسياغة مسودة اتفاق مبادئ مقبولة من الجميع لإطلاق صراح الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى مناقشة أهمية احترام حقوق المحتجزين وعن مجمل المحادثات تقول العرب الجديد هناك شبه تجميد غير معلن للمشاورات بشقها السياسي الأساسي بشقها السياسي الأساسي على ضوء غياب المبعوث الأممي الذي غادر الكويت متوجها إلى العاصمة الموريتانية واكشوت لحضور القمة العربية صحيفة البيان الإماراتية قالت لجنة أمنية لمعالجة وضع مطار عدن التفاصيل الحكومة اليمنية شكلت لجنة خاصة لمتابعة الوضع في مطار عدن الدولي بهدف وضعه في الخدمة بشكل نهائي ولمعالجة الخروقات الأمنية التي تعطل العمل فيه وأقر اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء الرقم حسين عرب أمس في العاصمة المؤقتة عدن أقر بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع الأمني لمطار عدن الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ عدن وحول معركة صنعاء عنونة الصحيفة الجيش اليمني معركة صنعاء تترقب فشل المشاورات حرب عالمية بلا بوابط تحت هذا العنوان كتب عرفان نظام الدين مقالاً ونشره في صحيفة الحياة وقال نظام الدين نعيش اليوم حالة حرب عالمية ثالثة غير معلنة مختلفة من حيث الشكل والجوهر والنتائج والتبعات والأخطار المحتقى بكل إنسان على وجه الأرض حرب كونية لا ضوابط لها ولا حدود ولا قيود ولا رادع لا أخلاق فيها ولا دين ولا إنسانية ولا قوانين دولية وحقوق إنسان ولا شرائع أممية لحماية المدنيين وبصورة خاصة الأطفال والنساء ومعاملة الأسرة حرب بلا استراتيجية ولا تكتيك ولا خطط ولا كر ولا فر ولا انسحاب ولا دفاع ولا هجوم ولا توقيت وترقب واستعداد ولا وقف أطلاق نار وهدنة مفاوضات سلام وحلول وسط حرب لا منتصر فيها ولا مهزومة فالكل يدفع الأثمان الباهظة من حياته ودمه ودم أطفاله وحاضرهم ومستقبلهم إنها حرب لا دول كبرى فيها ولا صغرى ولا شعوب متحضرة ولا شعوب متأخرة ولا تنفع في مواجهتها تكنولوجيا متطورة ولا أواكس وطائرات من دون طيار ولا مدفعية وصواريخ ولا حتى قنابل نووية لأن العدو غير مرئي ولا يمكن التنبؤ بمكان وجوده أو موقع أهدافه حرب لا يستطيع أي إنسان أن يقف فيها على الحياد ولا أن يخفي رأسه في التراب أو أن يدعي أنه بعيد من الخطر وصلنا إلى ختام الحلقة من كشك الصحافة لهذا اليوم وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه أترككم مع مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر